واللعيبة اللي في نادي الزمالك حالين دول كلهم رجالة كلهم رجالة وأخص بالذكر ركز معايا بقى عشان اللي جاي ده دي الفقرة بتاعته دي حكايته دي بطولته أنا بتكلم على حمزة المسلوسة طبيعي ومنطقي الجمهور يروح لزيزو يروح لشكبالة يروح لأحمد حمد اللي سجل هدف النهاردة يروح للمهارح مدفتوح يروح لسف الجزير اللي سجل هدف في مباراة الزهاب يروح لأسماء معظمها هجومية صح كده أنا بالنسبالي رأي الشخصي هذه البطولة بطولة حمزة المسلوسة ليه حمزة المسلوسة لو تفتكر مباراة أرطا سولار لما الزمالك خسر بهدفين هناك أو الخسارة لفريق مصري من فريق جبوتي بهدفين دون رد وجيه هنا في مباراة الآياب ودخل فيه هدف مبكر الزمالك والزمالك عاد بربع أهداف كان لازم يكسب أربعة الهدف الرابع كان لحمزة المسلوسة هو اللي أنقذ الزمالك من الخروج المبكر جدا من الكونفيدرالية النهاردة هو رجل المباراة أداء ورجولة وإخلاص مفيش بعد كده اللاعب التونسي الدولي الرائع ده هو اللي كسب أو له الجزء الأكبر ما بين لعبي نادي الزمالك في الفوز بالكونفيدرالية هذا العام عشان بس نديله حقه المسلوسة يا ما تعرض لانتقادات في بداياته مع نادي الزمالك وقت أن كان يلعب كظاهير أيمن لما راح كسنتر باك أدى بشكل رائع جدا وأصبح هو المدافع الأول في نادي الزمالك طبعا في غياب الوينش يعني المسلوسة ويجي بعديه باقي المدافعين إيه ده؟ الروعة دي الروح دي السرعة دي القوة دي الزكاء ده حمزة المسلوسة هذه بطولته الكونفيدرالية الأفريقية عن كل استحقاق وجدار فحبيت بس أتكلم على مسلوسة شوية طيب